السلام عليكم اهلا وسهلا وارحبا بكم في فيديو جديد النهاردة في كناتكم تربية بيتي النهاردة هيقول لكم على حاجة حلوة جدا 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 ورخيصة اوي يعني المفروض كنت هرميها في الزبالة بس انا قلت لأ احطها للطيور لان اكيد 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 هي مفيدة وفعلا ما شاء الله جابت نتيجة فعالة جدا جدا وما شاء الله جميلة اوي 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 وانتو كمان لو استخدمتوها هتجيب معاكم نتيجة محدش يقول لي اه مش عارف مش بتبقى موجودة عندي مش عارف ايه لأ احنا حتى لو مش بتعمليها في البيت هتعمليها اه بداية كده الفراخ لازم نهتم بايه في الشتا بالزي تفت بالتدفئة انا الشباك ده اول ما دخلت لعيته جاي بهاوة وتلج فضيع فقمت مقفلها زي ما انتو شايفين كده لان التدفئة مهمة جدا جدا للفراخ البيضة يا جماعة في الشتا اه محدش قول فراخ كبيرة ما بتحسش والدكاترة يا دكتور يقول لك الفراخ كبيرة متسقعش فيش الكلام ده دول برضو مهما كان روح وبيحسوا وبيسقعوا وبيبردوا فالتدفئة مهمة قوي قوي للطيور بتاعتنا في فصل الشتا واهم حاجة ان احنا نقفل مصادر اللي بيجيب طيارات هوا جديدة الشباك ده بالرغم من ان هو مش بحري ولا حاجة فيه شباك تاني بحري انا اقفلاه خالص ده شرقي بس كان جايب هوا فضيع الحاجة لو كنت هقول لك عليها النهاردة وهي الطمر مش الطمر هحط طمر للطيور لأ لما بتعجي تعملي دبس الطمر في البيت وده حاجة مهمة جدا واساسية لازم تعمليها لبيتك وولادك دبس الطمر من الحاجات الصحية جدا وبديل صحي جدا للسكر الصناعي فبيطلع منه تفل ده تفل ده بدا لما كنت هرميه طب ما انا فكرت اطلق طب ما انا ابدأ احطه للفراخ بتاعتي واشوف النتيجة ومشاء الله النتيجة انا هوريكو دلوقتي هنجمع البيت مع بعض انتظرونا لاخر الفيديو شوفوا البيت شوفوا كمية البيت اللي جابوها الفراخ اللي قدامكم دول تمن فرخات وديك بتاعهم الجميل ده بعندهم بالزبط دلوقتي خمس شهور هم كانوا مبشرين على اربع شهور ونص احنا واريتكو الفيديو وشفناهم مع بعض دول احنا مربيانهم مع بعض على القناة لهم عندهم يوم واحد النهاردة بقى عندهم خمس شهور وهنجمع البيت بتاعهم دلوقتي نبس الطمر دوت انا بعمل دي الاكل ده آآ خلطة لتسمين الفراخ بتاعتي والحمام وكده فانا بعملها كل فترة مرتين في الاسبوع ومش بحط منها للفراخ البيضة غير مرة واحدة كل اسبوعين لان احنا مش عايزين الفراخ البيضة تسمن وبحطها للحمام لما يكون عنده زغليل بس وبحطولو حاجات تانية تمسح الدون ان شاء الله هقولوكو عليها بعدين خلينا بقى في دبس الطمر دوت او ده مش الدبس بقى ده التفل بتاع الطمر اللي كنا هنرميه لانه هو طبعا دلوقتي طعمه بقى ماسخ ومش هينفع للاكلنا احنا كبان قدمين بس طبعا ممتاز جدا 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 ومفيد جدا جدا للطيور الطمر لا يعني ما مش محتاج ان حد يتكلم عنه في بوتاسيا وماغنيسيا وحديد وفسفور ومنجنيز وفي حاجات كتيرة جدا بيحتاجة جسم الطائر وجسم ان احنا كبار قدمين فالميزة في الطيور ان الحاجات ديت اذا ما بتاخد وقت عشان تجيب نتيجة معانا لكن مع الطيور ما بتاخدش وقت بتبان عليهم بسرعة فده هيبقى اعتبر مكمل غذائي رهيب وجميل جدا 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 بدلا لما كنت هرميه في الزبالة انا استفدت بيه في الطيور عنده الطيور بتاعتين واستغلت فرصة ان انا بعمل الخلطة ديت علشان اقلبه عليها وحطلهم منه انا بقى ليه فترة بحط منه انا انت عارفين ده كيلو واحد من الطمر كيلو بشرين جنيه اا كيلو الطمر عندنا بشرين جنيه اا اخدت وعملت دبس الطمر هحطلك اللينك بتاعه في صندوق الوصف على القناة التانية بتاع القناة التانية انا بعمل فيها اكلات ووصفات صحية ياريت تزوروها وتشوفوها ان شاء الله تعجبكم جدا وتستفيدوا منها برضو لان اصلا انا برب الطيور علشان احصل على اكل نضيف واكل صحي يعني انا عايزة بيت صحي ما يكونش عليه هرمونات زي بتاع المزارة ما يكونش واكل الاكل مش نضيف مش عارفة هو ايه اا مش عارفة كمان ازا كان صابح ولا لأ عشان كده انا بتع بنفسي وبربي طيور بايدي علشان اشوف الاكل بتاعها معمول ازاي وعملوا انا بايدي واكلها ويبقى اكلها نضيف وسحي قناتنا التانية اسمعها تعالوا نعاشها صح وان شاء الله تستفيدوا بها كتير جدا 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 وهتاخدوا منها افكار حلوة قوي قوي للطبخ الصحي بعيد بعيد خالص عن الحاجات الصناعية انا مع بعض كده بقى بدأت احط لهم الاكل الجميل دوت بالمكمل الغذاء اللي فيه يا جماعة بقول تاني ده للتسمين ما تحطش للفراخ اللي بتبوت كتير مرة او مرتين في الشهر بس لان الخلطة دي انا عاملها للتسمين وعملها على القناة ممكن تشوفوها هي موفرة جدا جدا وطفور لك العلف جدا وبعد ما بيأكلوها ما بيبوش عايزين يأكلوا تاني يعني بتشبعهم جامد وسهلة وبسيطة ورخيصة ومش مكلفة خالص وفي نفس الوقت بتزود وزن الكتاكيت وبتكبر احكامهم وتخليهم ملازلازين زي ما انتم بتشوفوا الفراخ بتاعتنا كده انا حطيت عليهم التفل بتاع الخمر وهنبدأ بقى بعد شوية كده ان مع بعض نجمع البيض علشان نشوف الفراخ بتاعتنا دي اتباضي تقدي ايه انا ما بطلعش ألم البيض غير كل يومين انا مش بألم البيض الا كل يومين مش بألمه كل يوم اا ما عرفش السبب بس ايه هو انا ما بجيش لها فرصة ان انا هشوف البيض غير كل يومين الناس اللي اول مرة تشوفنا اا هتقولوا لي انت فاضية ولا عندك مكان فاضي حط على فرختين هنا وفرختين هنا هقولكم ان انا عندي ديك مفتري لو ديك الكبير ده هو الاسود ده اللي هو الجميزة اهو الفزيع ده زهر على الشاشة الفزيع ده هو اا بيعني مفترس اي فرخة من الفراخ التانية دي لانهما كان جيل تاني صغير عنهم بيكلهم يبهدلهم يموتهم من الضرب فانا اضطريت احط الحاجز ده في النص فدول جيلين مختلفين من الفراخ اا بالنسبة للناس اللي اول مرة تشوفوا القناة بتاعتنا واتتابع الفراخ اا هما كانوا اربع فرخات اا جميزة وانا جبت عليهم بعد كده الفراخ دي اا بلدي مشوع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله ده البيت بتاعنا دول لسه مبشرين واول مرة اجمع منهم البيت ده عليش دي كانت من العصر من من الدبس من اللي هو اللي بتاع التمر شايفين البيت ما شاء الله وحجمه حلو جدا يعني البيضة حجمها حلوة قوي بالنسبة للبيضة فرخة مبشرة احنا اوما بقالهم اسبوعين بيبيضوا بس اول مرة يبيضوا العدد ده كان كل مرة بيبيضوا مثلا اربعة تلاقي الاول اتلاتة وبعدين بقيت اجيب اربعة وبعدين لما زادوا شوية بقوا خمسة لكن اول مرة اجيب العدد ده ما شاء الله حلوة قوي وعشان كده حبيت اقول لكم على المكون اللي انا بحطه دوت ولو انت ما بتستعميش دبس التمر استعمليه والله انت هتبقى مستفيدة وما تقوليش ليه ان هو غالي ولا السكر ارخص السكر مش ارخص لان السكر هيدمر لك صحتك ويدخالك في مشاكل بعد شوية كانش بعد السنة بعد اثنين بعد عشرة مش هتلاحق عليه الفلوس ولا عليك يا جماعة حاول نحافظ على الصحيات ودول ما قام شاء الله التانيين هم الاربع فرخات اللي عايشين لوحدهم دول ده البيت بتاعهم هوت مخبيينه مني على جنب عشان ما شوفوش دول ايه ست بدورت بتاعي ومين برده مرة يقدوني تمانية مرة يقدوني سبعة مرة يقدوني ستة ده رزق بقى بتاع ربنا خاصة ان احنا في الجو البرد على فكرة والبرد ده بيأثر طبعا على البيت وعلى الفراغ بس طبعا احنا معاهم وبنديهم فيتامينات وبنعوضهم وبنديهم حاجات تدفيهم وان شاء الله باذن الله هعمل لكم مشروب قوي جدا ندف في الطيور في الشتاء ويعوضهم عن البرد يعني خليهم يقوموا البرد ويتحملوا هاقول لكم عليه باذن الله في فيديوهات القادمة تابعونا وان شاء الله تغلقوا يعني اتلاقوا كل الحاجات المفيدة ومفيش عندنا غش ولا تمسيل ولا حاجات لبس عشان نعمل فيديو لأ كل حاجة عالط طبيعة وبعينك هتشوفيها ومش الهدف ابدا ان احنا نعمل فيديوهات او ناخد مشاهدات كل الهدف ان احنا نفيد دلو نستفيد يعني ان الناس تستفيد معانا بالمعلومات اللي احنا عارفينها وتشوف بعينها وفي اسئلة كتير انا كنت ببقى عايزة حد يجاوبلي عليها عشان كده عارفة ان فيه ناس كتير بتبقى عايزة حد يجاوب لها عليها عشان كده قررت ان انا اعمل القرى دي لان فيه ناس بتبقى نفسها تربي وبتحب التربية بس بتبقى متخوفة شوي اتمنى اني مكنش طولت عليكم في الرغي وفي الكلام ياريت الاول مرة يشوفني اشترك في القناة شكرا والسلام عليكم سلام